أول استخدام الألمونيوم أنه يستخدم في استناعة رقائق حفظ الأطعمة الأول ما نقول عليه للقزير هذا اللي يفوه به الدجاج والأطعمة هنا لأنه قابل طرق ريت أنا ربط الاستخدام بالخصية لماذا يستخدم في استناعة رقائق حفظ الأطعمة لأنه قابل للطرق هناك معلومة عامة هنا شوفهم بعضنا شوف تقول المعلومة العامة المعلومة العامة هنا الورق الألمونيوم ورق الألمونيوم هذا لما يلفه به الطعام نحن نقول عليه القزير حرارة الطبخ الحرارة بتاع الطبخ بتاع الأكل هذه تعمل على خروج الألمونيوم الورق إلى الطعام والتفاعل معه خاصة إذا كنت تستخدم الليمون أو الخل في عملية الطبخ أنت لما يكون عندك الطعام أوكي ولفيته بالقزير طبعا الحرارة ستكون بالداخل هذه الحرارة تعمل على خروج الألمونيوم من الورق إلى الطعام وهذا طبعا الضغط بالصحة بالذات إذا حطيت على الطعام ليمون أو خل هي ظاهرة طبعا علميا غرط نجول الرقم الثانيوم يستخدم الألمونيوم في صناعة أدوات الطبخ مثل أواني القلي أواني القلي لماذا؟ لأنه موصل الحرارة يستخدم أيضا الألمونيوم في صناعة الموصلات أي موصلات ليس لساعة كهربية داخل البيوت لساعة الموصلات العلوية لأنه خفيف وموصل الكهرباء إذا استخدم الألمونيوم في مقابل الأبواب وأطير النوافذ ومخازن لأنه مغاوم للصدع لأنه مغاوم للصدع حيث يغطى بطبقة من أكسيد الألمونيوم إذا استخدم في التطبيقات الهندسية الإنشائية في بناة طائرات والقطارات الأنفاق لأنه خفيف وقوي يستخدم أيضا في صناعة السبايق هذه هي استخدمات الألمونيوم اللحظة حاجة هنا إن استخدمات الألمونيوم مربطة بخواصي استخدمات الألمونيوم يستخدم في صناعة أدوات الطبخ لأنه موصل للحرارة هذا إجابة تترك الطالب عندي سؤال هنا الألمونيوم أكثر فاعلية أكثر نشاط من الحديد بماذا تفسر ضعف تفاعل الظهر ومقاومة صدع طبعا الحديد يصدع لكن الألمونيوم لا يصدعش معنا الألمونيوم أنشط من الحديد الإجابة الإجابة لأن الألمونيوم عندما يتفاعل من الهواء يغطى بطبقة رقيقة واقية من أكسيد الألمونيوم على سطحه هذه الطبقة لا تتقشى إنما ما تنسلخش وتجعل الألمونيوم مقاومة لصدع وسمى هذه العملية بالخمول الكيميائي أو الخمول الظاهر عندي أسئلة هنا لماذا تصنع الرماح من سبيكة الألمونيوم؟ لماذا تصنع رقائغ الطبخ من الألمونيوم؟ لماذا تصنع دراجات السباق من الألمونيوم؟ هذه الإجابة متروكة للطالب في عند تقويم هنا يستخدم الألمونيوم في صناعة الدبابات صح للاستقبال أواني الطاهية طمع أواني الطاهية سؤال الثاني يستخدم الألمونيوم في صناعة الطائرات لأنه خفيف وقوي لا يزدى طبعا الإجابة خفيف وقوي السؤال الأخير الهواتف المحمولة المضادة للماء تصنع من الألمونيوم لماذا؟ لأنه خفيف لأنه مقاوم الصدى طبعا لأنه مقاوم الصدى وبالتالي عزائي الطالب وطالبات انتهت درس الرابع هو الألمونيوم وانتهت الوحدة الثالثة هي استخلاص الفلزات مع تمنياتي لجميع طالب وطالبات النجاح والتوفيق توفير